السلام عليكم وأهلا بكم صحيفة فينانشل تايمز البريطانية كشفت عن فضيحة من العيار التقيل بالنسبة لقطر في الكونجرس الأمريكي الجمهوريين في الكونجرس قادوا تحقيقات في ملف حساس جدا بالنسبة لليهود الأمريكي وهو أن قطر بتمول ما يسمى معادات السامية داخل حرم الجماعات الأمريكية وده لأن قطر واحدة من أكبر المانحين للجماعات الأمريكية على مدى العشر سنين اللي فاتوا بمبلغ خمسة واحد من عشر مليار دولار التحقيق بيقود الجمهوريين في لجنة التعليم التابعة لمجلس النواب الأمريكي وبيركز على الاقتراحات المقدمة من النواب المحافظين بأن تمويل القطر يأثر على المواقف الأمريكية الإيجابية تجاه إسرائيل في جامعات النخبة الأمريكية والتأثير القطري خضع لتطقيق مكثف من بداية هجمات حماس في 7 أكتوبر وطلبت رئيسة لجنة التحقيق في رجينيا فوكس النائبة الجمهورية المحافظة عن ولاية كارولاين الشمالية من 3 مدارس تابعة لغابطة جامعات هارفرد وبنسلفانيا وكلومبيا الكشف عن أي طبقات قطرية بداية من يناير 2021 وطلبت كمان الكشف عن معلومات خاصة ببيانات التسجيل للطلاب اليهود وتفاصيل تانية مختلفة بخصوص استجابات الجامعات للحوادث المعادية للسامية يعني أي مشكلة ضد أي طالب يهودي فالكونجرس عايز يعرف الجامعات بتتعامل معها إزاي في ظل التمويل القطري وعلى فكرة قطر هي الدولة الوحيدة المذكورة في الاستفسارات الخاصة بالتمويل من مصادر أجنبية للجامعات الأمريكية وأكيد أمريكا مش نقصها تمويل للفكرة المعادي لليهود في جامعاتها لأن ده معناه أن اللوبي اليهودي في أمريكا حيزعل ودول بقى يا غالي زعلهم وحش جدا وانت أكيد عارف يعني ممكن يدمروا الاقتصاد الأمريكي في ظرف شهور معدودة علشان كده أكبر راس في أمريكا اللي هو جو بايدن بنفسه ما يقدرش يتكلم نص كلمة مش على مزاج إسرائيل ولا اليهود هما اللي انت فاكر ايه الكونجرس مصنف التمويل القطري لمعادات اليهود في الجامعات الأمريكية أنه إرهاب أو خلينا نقول تهديد للأمن والسلم المجتمعي في أمريكا وبالتالي التركيز على قطر كان طبيعي جدا أنه يحصل في ظل حملة أم بيها النشطاء والخريجين الأمريكان للتدقيق في سلوك جامعات النخبة الأمريكية بعد موجة من الاحتجاجات المنهضة لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة بما في ذلك مظاهرات الدعم الصريح لحماس أيوة فانتم قطر ائمولت مظاهرات دعمة بشكل صريح لحماس في قلب الجامعات الأمريكية وتحديدا جامعات النخبة ده كلام التقاريق هل حضراتكم متخيلين مدى نفوس قطر في المجتمع التعليمي الأمريكي؟ تخيل أن قطر باستخدام فلوسها قدرت تنظم مظاهرات دعم الحماس في قلب أمريكا لدرجة أن الكونجرس كله وقف على رجل لأن دي بالنسبة لهم مصيبة كبيرة جدا خصوصا أن الاحتجاجات الممولة من قطر حصلت في نفس الوقت اللي وصلت فيه تأرير للكونجرس عن مضايقات بتتم ضد الطلاب اليهود وتخوفهم داخل الجامعات الأمريكية برعاية قطرية طبعا ده أمر بيتطلب تدخل الأجهزة الأمريكية السيادية وده اللي حصل فعلا ومن خلال لجنة التحقيق في الكونجرس اللي بيسيطر عليها الجمهوريين تم إقالة رؤساء جامعتين وهم جامعة بنسلفانيا وجامعة هارفرد أو بمعنى أصح تم إجبارهم على الاستقالة بعد شهادتهم قدام اللجنة بتمويل قطر للحملات الدعم الحماس والحملات استهداف الطلاب اليهود عموما فينانشل تايمز نقل التصريحات مسؤول قطري رفض الكشف عن هويته وقال إن الدعاءات تمويل قطر لدعم حماس والتحريط ضد اليهود في الجامعات الأمريكية هي حملة مضللة ضد قطر وإنها حملات مدفوعة وممولة وشغيرة بتستهدف ضرب سمعة قطر وإن القراهية لأي مجموعة إرقية أو دينية هي تصرفات خاطئة وقطر بترفض معادات السامية ومعادات الإسلام على حد سواء أيوة كده هي دي الحتة اللي أنا مستنيها في التأرير من أول ما بدأت أراءة إن قطر تمفي التحريط ضد اليهود ما هو صحيح؟ هتحرض ضدهم إزاي؟ والنظام القطري أصلا صنيعة اليهود وإذا كانت قطر بتمول حماس ومستضيفة قضتها فدي بأوامر أمريكية واتفاق إسرائيلي مش نكاية في إسرائيل أو كراهية لها أبدا بس طبعا زي ما في أمريكان بيهجموا قطر في أمريكان برضو بيدفعوا عن قطر ودول قالوا إن تمويل قطر للجماعات الأمريكية لا يختلف عن جهود الضغط اللي بتبذلها الحكومات الأجنبية التانية اللي بتحاول تلمع سمعتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعد مؤطعة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لقطر في سنة 2017 اتجهت قطر للإنفاق بكثافة على جماعات الضغط في واشنطن لتلميع سورتها وتشويه سورة الدول المؤطعة لها وده حقها زي ما فيه دول كتير بتلمع سورتها عن طريق جماعات الضغط في أمريكا فاشمعنا قطر يعني اللي الجمهورين في الكونجرس مركزين عليها ده برضو كلام التقارير مش كلامي التقارير بيكمل وبيقول على لسان الناس اللي بتدافع عن قطر انه قطر حليف مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وبتمتلك تالت أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وبتصطديف أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط فلجنة التعليم في الكونجرس عايزة ايه من قطر يعني؟ ماهي قطر دي اللي بايدن بيشيد بدورها في مفاوضات رهائن مع إسرائيل انتوا ليه بتهجموها دلوقتي؟ وبعدين تم إثبات ان بعض الجامعات الأمريكية اللي حصلت فيها حوادث معادال السامية والمظاهرات الكبيرة المعادية لإسرائيل والداعمة الحماس ما كانش القطر اي علاقة بيها ولا فيها تمويل قطري للجامعات دي زي مثلا جامعة كاليفورنيا في مدينة بريكلي اللي ممكن تكون طلقة أموال قطرية قليلة أو معدومة فقطر ملهاش دقل ومش بتمول الإرهاب في الجامعات الأمريكية أو بمعنى أدق مش بتمول كراهية اليهود في الجامعات الأمريكية زي ما لجنة التعليم في الكونجريس بتقول كل ده كلام التأرير ولكن طبعا الكلام ده مش عاجب الأمريكان التانيين اتداعمين لموقف الجمهوريين في الكونجريس ضد قطر فبيقولوا ان قطر بتدعم جامعات الإسلام السياسي وبالتالي قطر مصدر قلق بالنسبة للمحافظين من الجمهوريين اللي كتير منهم ليهم علاقات قوية جدا بإسرائيل وبيدفعوا عن القضايا اليهودية الأمريكية وان بعد يوم 7 أكتوبر تم رصد علاقة قوية داخل الجامعة الأمريكية داخل الجامعات الأمريكية ما بين قطر وحماس والإخوان المسلمين لتغذية شعور الكراهية ضد اليهود ودعم حماس من خلال مظاهرات وحملات سياسية داخل الجامعات الأمريكية بتمون القطر والدليل على كده ان جامعة تيكساس أعلنت الشهر اللي فات انها حتغلق أحد منشآتها التعليمية في الدوحة احتجاجا على دور قطر المشبوه في دعم طيار الإسلام السياسي داخل الجامعات الأمريكية وجامعة تيكساس عملت كده علشان تعرضت لهجوم بسبب رعاية قطر لبعض نشاطات الجامعة فكأن جامعة تيكساس بتنفي عن نفسها أي موافقة لتصرفات قطر داخل الجامعات الأمريكية ده بالإضافة لتقارير صادر عن معهد دراسة معادات السامية العالمية ومركز أبحاث السياسات اللي يأكد ان جامعة تيكساس كانت بترخص التكنولوجيا النووية الحساسة لقطر فبالتالي لازم يتم التحقيق مع قيادات جامعة تيكساس علشان من حق الكونجرس انه يعرف ايه اللي بيحصل بالزبط ما بين الجامعة وقطر خصوصا بعد أحداث يوم 7 أكتوبر ولكن رئيس الجامعة مارك ويلش رفض الاتهامات دي واعتبرها كدب ونشر بيان بيشرح فيه علاقة الجامعة بقطر وان ما فيش أي أنشطة مشبوهة لقطر داخل جامعة تيكساس يعني من الآخر الجامعة بعد قطر في أول محطة وده طبعا شي طبيعي لان جامعة تيكساس مش هتضحي باسمها وتاريخها علشان تمويل قطر لانه بالتأكيد ممكن جامعة تيكساس يجي لها تمويل من أي مكان تاني في العالم وممكن يتم استبدال التمويل القطري بتمويل يهودي عادي جدا عموما قطر وصفت رسميا قرار جامعة تيكساس بإنه مخيب للأمال للغاية ومدفوع بحملة تضليل ضد قطر والظاهر كده إلو لجلة التعليم في الكونجرس بقيادة الجمهوريين هتعرف كويس إزاي تدايق قطر خلال الفترة اللي جاية لان بعد موقف جامعة تيكساس ففي جامعات تانية هتتخذ نفس الخطوة وبالتالي ممكن نسمع عن اعترافات مثيرة جدا من رؤساء الجامعات دي قدام لجلة التحقيق في الكونجرس وأكيد هنتكلم عنها في حلقة منفصلة بمجرد مشر باقي التفاصيل بس لو جيت سألتني عن رأي الشخصي في الموضوع ده وعن الكلام اللي بيتقال في حق قطر ان هي بتدعم مظاهرات ضد اليهود وبتدعم حماس والكلام ده في أمريكا هقول لك اني شايف ان كل اللي بيحصل ده هو عبارة عن مساومات أمريكية قطرية لتمرير أجندات معينة ربما تكون قطر مع صلاجة فيها أو مش قادرة تنفزها ولكن قطر ايه اللي تمول تظاهرات ضد إسرائيل؟ ما هو رئيس وزراء قطر بنفسه وزير خارجيتها؟ هو اللي قال انه قطر استضافت حماس بأوامر أمريكية وبتمول حماس بأوامر أمريكية؟ ولا أنا غلطان؟ في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرة مستقلة واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته